في حالات التوتر في حالات الحروب لا يوجد في إسرائيل شيء اسمه معارضة ومولاء وإتلاف وغاضبين هذا عبارة عن مجتمع عسكري كله يخدم في الاحتياط والآن الأوامر العسكرية التي صدرت من الكبنت الإسرائيلي هي ملزمة لكافة المستوى السياسي الإسرائيلي بكافة شرائحه ولا يوجد لا في أقصى اليمين ولا في أقصى اليسار حتى أولئك من ميرتس والعمل الذين يمكن لهم الآن أن يخرجوا على شاشات ويقولوا بأنهم ضد هذه العملية العسكرية يعني بنيت هذه الدولة على هذا الأساس ولذلك سمعنا زعيم المعارضة أعطى الضوء الأخضر منذ العصر للجيش الإسرائيلي بل للكبنت الإسرائيلي الذي يكره معظم أولئك الذين يجلسون الآن على طاولة الكبنت ولكن كان عليه أن يفعل ذلك لتوحيد الجبهة الداخلية الإسرائيلية الذي فهمته الآن قبل قليل بأن هذه العملية العسكرية بدأت وما زال اجتماع الكبنت مستمرا وهذا يعطي مؤشر إلى أن الاتصال الذي حدث من غرفة الكبنت الإسرائيلي إلى الجيش الإسرائيلي حدث خلال هذه الجلسة وهذا يوضح إلى مدى الاستعجال في اتخاف هذا القرار العسكري عمما بحضور طبعا وزير الجيش وأيضا رئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي هرسي هليفي نذكر بأن وزير الجيش الإسرائيلي نفسه يو آف جلانت كان قائدا للمنطقة الجنوبية للجيش الإسرائيلي أي أنه من أكثر الحاضرين في هذه الجلسة ضربا وقصفا لقطاع غزة نتيجة سجله العسكري الحافل بالمجازر ضد الفلسطينيين ويو آف جلانت هو معروف في هذه المسألة نفكر مرة أخرى بأن الكابنت الإسرائيلي كان منعقدا لمناقشة قضيتين هامتين قضية لبنان وقضية غزة طبعا إضافة إلى القدس وكل التفاعلات في مناطق الضفة الغربية والداخل ولكن منذ قبل الاجتماع كانت التسريبات تتحدث بأنها ستكون عملية مزدوجة وأن ستكون هناك ضربات على ليس فقط على لبنان ولكن أيضا ضد الفلسطينيين في قطاع غزة ولأن لبنان كدولة فات سيادة ولها علاقات وهناك طبعا اتفقية ترسيم الحدود وما إلى ذلك وطبعا الضغوط الدولية يبدو بأن هذا الموضوع ما زال قيد البحث والنقاش أما غزة المسكينة التي لا حول لها ولا قوة التي تتعرض الآن إلى هذه المعركة العسكرية وعليها أن تتكبد الآن هذه الخسائر التي ستكون فادحة نحن نتحدث عن ليلة من ليلة رمضان عن قصف الشوارع الناس كما تعلم لم تكن طرى بأن لها دخل القصف جاء من لبنان ولم يأتي من قطاع غزة نعم بعض الصواريخ من هنا قذائف كانت جدا متواضعة التي تم إطلاقها من قطاع غزة ترجمة نانسي قنقر